موسيقى موجز لأهم الأنباء من شوف تيفي أهلا بكم ترأست صاحبة السمو الأميرة للا سلمى رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان وسافرة النواية الحسنة لمنظمة الصحة العالمية يوم السبت بمدينة صفرو حفلة توزيع جوائز إعداديات وتنويات بدون تدخين الذي ينظم بمناسبة اليوم العالمي بدون تدخين وقد عرف الحفل توقيع الأميرة للا سلمى مطاق إعداديات وتنويات بدون تدخين الذي يهدف بالخصوص إلى تحسيس جميع الأطر التربوية والإدارية من أجل الإنخراط في محاربة التدخين وإحداث لجنة محلية لمحاربة التدخين والوقاية منه داخل كل الإعداديات والتنويات بالإضافة إلى وضع ملساقات ومنشورات لمحاربة التدخين بمختلف المرافق التابعة للمؤسسات التعليمية إلى جانب تنظيم حمالات منتظمة للتوعية والتحسيس بمخاطر التدخين وسبل الوقاية منه في موضوع آخر أحبطت مصالح الجماليكي أمس نيستبت بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء عملية تهريب نحو 720 غراما من مخدر الكوكايين بحفزة مواطن برازيلي قادم في رحلة جوية من سان باولو نحو الدار البيضاء وأكد مصدر الجمركي أن الشخص الموقوف ممثل مصرحي من مواليد 86 حامت حوله شكوك عناصر المراقبة التي أخضعته وأخضعت أمتعته إلى عملية التفتيش اليدوي الدقيق مما أفضى إلى العطور على 6 كبسولات من السموم البيضاء بحذائه الرياضي فضلا عن 58 كبسولة استخرجت من أحشائه وأضف المصدر ذاته أنه من أجل استكمال البحث في هذه النازلة فقد تمت إحالة الشخص البرازيلي على أنظار مصالح الشرطة القضائية بالنقطة الحدودية للمطار مشيرا إلى أنه سيتم نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي بن رشد بالدار البيضاء لاستخراج ما تبقى في بطنه من كبسولات المخدرات الصلبة في الشأن الدولي بدأ الناخبون في الأوروغواي في التوجه اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع بمختلف المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأولية الممهدة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر القادم ويذكر أن وزارة الداخلية عبأت 1500 عنصر من رجال الأمن والحرس الجمهوري لضمان السير العادي لعملية التصويت والحرص على استتباب الأمن بعد إعلان نتائج هذه الاستحقاقات التمهيدية في الموضوع الرياضي علم لدى نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم أن المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة سيشرف على تدريب الفريق خلال الموسمين المقبلين خلافا للإطار التقنية التونسي فوزي البنزرتي وكان بن شيخة قد حقق موسما جيدا مع فريق الدفاع الحسنية الجديد الذي أحرز لقبه الأول كأس العرش على حساب فريق الرجاء البيضاوي بفضل ضربات الترجيح يذكر أن نادي الرجاء البيضاوي أنهى ارتبطه بالمدرب التونسي فوزي البنزرتي بالتراضي خلال هذا الأسبوع في المجال الفني ألهب الفنان اللبناني الرومانسي وائل جسار حمس جمهور موازين بأدائه لأنجح أغانيه والتي تجمع الكلمة الأنيقة مع الإقاعات العصرية الطرابية وسبقت حفل الفنان اللبناني فقرة غنائية أدتها خريجة برنامج أرب آيدول المغربية سلما رشيد التي أسعدت جمهور الرباط بأداء أغاني متنوعة فضلا عن تقديم أولى أغانيها الخاصة لأول مرة في صهرة حية وتتواصل على مدى أيام مهرجان موازين أمسيات منصة النهضة المخصصة للورمجة الشرقية بتعاقب نجوم ونجمة الصف الأول في سماء الفن العربي من حجم العراقي كاديم الصاهر ونانسي عجرم وكارون سمحة ونوال الكويتية ليتوج هذا البرنامج بمشاركة الفنان العربي المطرب السعودي محمد عبدو كانت الصفحة الفنية آخر مواد هذا المجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر